وفي نوع معين للبعود ولا البعود هنا بينقل أو بيتكسر جواه فيروس معين لأنه ما اعتقدش أن البعود يعني بينتقل من المناطق للسؤال الحرة على صعيد مصر وربما ونفس البعود اللي عندنا اللي هو النموس أصدق بالبلدي يعني النموسة طيب هي النموسة دي انتقلت من الأجوال الاستوائية إلى صعيد مصر ولا الفيروس ظهر في صعيد مصر فانتقل يعني فاستطاعت أنها تنقله من جلد إلى جلد أو من شخص إلى شخص زي ما قلنا الفيروس ده لازم تنقل عن طريق الدم وعشان كده ما بينتشرش بسهولة بين الناس وبعضيها الناس المصابة ما تنقلوش لناس غير مصابة إنما عدة البعودة اللي هي حملة للفيروس هي دي اللي بتنقل المرض نوع البعود اللي هو الايجيبتس هو نوعين من البعود موجودين في مصر هم موجودين في تقريبا نص سكان العالم عندهم نفس البعودة دي ممكن تنقلو عن طريق واحد مصاب مجرد أن أتعده وتاخد منه دم ههي كده بقت حمل الفيروس بالزبط ماشي البعودة أو الناس المصابة دي تسربت إزاي لمصر هل البعودة جايلنا مثلا يعني في منطقة المملكة العربية السعودية جده والجنوب ناحية اليمن كده منتشر الدينجي اللي هو الفيروس ده منتشر نشار كبير ده عشان موجود نوع بعودة معايني دكتور نوع البعودة موجود جنوب أسيا وفي أمريكا وأمريكا الجنوبية وفي أفريقيا فنص سكان العالم معرضين للإصابة بالفيروس ولكن يعني سنويا حوالي 100 مليون واحد بيتصابوا بالمرض ويظهر عليها أعراض ونسبة درافيات أعتقد قليلة جدا متوصل لربعة ومئة ألف الحاجات دي موجودة من زمان بس هو كل الفكرة أن الكورونا فتحت عينينا لحاجات كتير قوي بس ظل بس فتحت عينينا لحاجة أفضل يعني أن لازم يبقى في عندنا خط التأهب للوبائيات دي لأن خلاص احنا كل فترة قصيرة كده هيجينا وباء أو هيجينا فيروس جديد زي ما هيجي العالم كله يعني مش إحنا بس فضروري يبقى فيه عملية تقصي ومسح عشان أقدر أعمل نظار مبكر لوبائيات ماينفعش زي ما حصل مثلا في الفانزة الطيور أصحى الصبح يوم 17 فبراير 2006 ألاقيت 19 محافظة منتصابة بالفانزة الطيور طبعا ما حصلش في العالم حاجة زي كده فكانت السيطرة احتاجت مجهود كبير أقوى عشان أسيطر على الفيروس نفس القصة حصلت في الكورونا بس العالم كله كان مجدود ساعتها في ديسمبر 2019 إحنا يعني كنا قاعدين ساعة بساعة كده منتظرين أي معلومة عن الفيروس تيجي من الصين لأنه قاعدت فترة كده عبالما الفيروس جلنا في مارس فمنتظرين أي معلومة عشان نبتدر يتحرك فضروري بعدنا خط التأهب للوبائيات دي ترجمة نانسي قنقر